بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلميذ والتلميذات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع درس سليمان والهدود بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لأعذب أنه عذابا شديدا أو لأذبح أنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم صدق الله العظيم نبدأ الشرح أعزائي التلميذ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين معاني الكلمات هنا تفقد معناها تطلبه عند غيبته يأتيني معناها يجيئني سلطان مبين أي حجة بينة وواضحة المعنى هنا بعد أن تفقد سيدنا سليمان الجيش يغضب غضبا شديدا لأنه أحس باختفاء الهدود الذي خرج بغير إذن منه فقال سيدنا سليمان عليه السلام سوف أعذبه أو أذبحه على غيابي هذا دون إذن مني إلا إذا جاءني بحجة قوية عن سبب غيابي هذا الجماليات وتفقد الطير تعبير جميل بيدل على حرص سيدنا سليمان وحسن قيادته للجيش أنه يبحث فيه الجيش ويبحث فيه عن كل فرد منه ما لي لا أرى الهدود اسلوب استثهام غرض التعجب كان مندهش ومتعجبا سيدنا سليمان من اختفاء الهدود لأعذب أنه عذابا شديدا تعبير جميل بيبين غضب سيدنا سليمان ويؤكد على مجازات الهدود وتعذيبه لا يأتيني بسلطان مبين تعبير يبين عفو سيدنا سليمان عن الهدود إذا جاء بدليل واضح يبقى سيدنا سليمان توعد الهدود بالعذاب الشديد أو بالذبح إلا إذا جاءه بحجة بينة وسلطان واضح فمكث غير بعيد فقال أحط بما لو تحد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم كلمة أحط معناها علمت ما لم تعلم نبأ معناها خبر عرش معناها ملك ومكث معناها بقي أو أقام بقى أو أقام المعنى هنا لم أن سيدنا سليمان لم يطل انتظاره سيدنا سليمان لم يطل انتظاره حتى جاءه الهدود ووقف على مقربة منه وقال له علمت ما لم تعلمه أنت وجئت بأخبار يقينة أكيدة عن مملكة سبأ إني وجدت مرأة تحكمهم وقد أعطاها الله قوة وملكا عظيمين ولها عرش عظيم الجماليات أحط بما لم تحد به هو تعبير جميل بيكشف عن قدرة الهدود في الإتيان بالأخبار إنه هو قدر يجيب أو استطاع أن يصل إلى أخبار لم يستطع سيدنا سليمان أن يعرفه أوتيت من كل شيء تعبير جميل بيدل على وفرة الطرف والنعيم يبقى عندي أحط بما لم تحد به تعبير جميل بيكشف عن قدرة الهدود في الإتيان بالأخبار وأتيت من كل شيء إنه تعبير جميل بيدل على وفرة الطرف والنعيم عند هذه المرأة التي تملك مملكة سبأ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون ويأوى ما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هذا ما زال هو كلام الهدود لسيدنا سليمان كلمة يهتدون معناها يرشدون تعلنون معناها تظهرون ما بداخلكم زين لهم الشيطان أي يجملها لهم وأغراهم بها صدهم أي منعهم المعنى إني وجدتها وقومها يعبدون الشمس ويسجدون لها فقد أضلهم الشيطان وزين لهم السجود للشمس وترك عبادة الله سبحانه وتعالى لقد أمرهم الشيطان وأغواهم كي لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ أو النبات من الأرض ويسقط المطر من السماء ويعلم ما تسرون وما تعلنون إنه لا إله إلا هو رب العرش العظيم إذن فالهدود يتعجب من هؤلاء الذين يسجدون للشمس وهؤلاء الذين زين لهم الشيطان أعملهم وزين لهم السجود للشمس ومنعهم من السجود لله سبحانه وتعالى مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج النبات في الأرض وينزل المطر من السماء ويعلم ما نخفي وما نعلن وأنه لا إله إلا هو رب العرش العظيم الجماليات الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض تعبير جميل فيه تضاد بين كلمة السماوات وكلمة الأرض وهذا التضاد يؤكد قدرة الله سبحانه وتعالى على إنزال المطر وإخراج النبات يبقى فيه تضاد بين كلمة السماوات والأرض وهذا التضاد بيؤكد قدرة الله سبحانه وتعالى على إنزال المطر وإخراج النبات من الأرض معاني المفردات أعزائي التلاميذ تفقد معناها تطلبه عند غيبته يأتي يأتيني معناها يجيئني أحط معناها علمت ما لم تعلم دون معناها غير السبيل معناها الطريق يهتدون معناها يرشدون مالية معناها شأنية سلطان مبين أي حجة بينة ووضحة نبأ معناها خبر صدهم معناها منعهم زين لهم الشيطان أي جملها لهم وأغراهم بها تعلنون تظهرون ما بداخلكم أرى معناها أشاهد مكثة معناها بقى أو أقامة وعرش معناها ملك من جمال التعبير في النص تجميعا لجماليات التعبير في النص وتفقد التير تعبير جميل بيدل على حرص سيدنا سليمان وحسن قيادته لجيشه مالية لا أرى الهدود هذا اسلوب استفهام الغرض منه التعجب لأعذب أنه عذابا شديدا تعبير جميل بيبين غضب سيدنا سليمان ويؤكد على مجازات الهدود وتعذيبه عندما يعود ليأتيني بسلطان مبين تعبير يبين عفو سيدنا سليمان عن الهدود إذا جاء بدليل واضح وحجة بينه أحط بما لم تحد به تعبير جميل بيكشف عن قدرة الهدود في الإتيان بالأخبار التي لا يستطيع سيدنا سليمان أن يعرفها أوتيت من كل شيء تعبير جميل بيدل على وفرة الطرف والنعيم في مملكة سبأ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض تعبير جميل فيه تضاد بين الأرض والسماوات ويؤكد قدرة الله سبحانه وتعالى على إنزال المطر وإخراج النبات من الأرض خلاصة الدرس عزاء التلميذ سليمان والهدهد تفقد سيدنا سليمان الطير فلم يجد الهدهد فتوعد بتعذيبي وذبحه حضر الهدهد وأخبره عن مملكة سبأ وملكة سبأ التي لها ملك وعرش عظيم وقال بأنها وقومها يعبدون الشمس من دون الله وتعجب الهدهد من هؤلاء لأنهم لا يسجدون لله رب السماوات والأرض كيف يأتي السؤال في هذا الدرس؟ هات المطلوب وضعه في جملة مراد في كلمة نبأ مين يجب لي معنى كلمة نبأ ومين يحطها لف جملة الأول نفكر في معناها نبأ أيوة معناها ممتاز معناها خبر طيب نحطها في جملة جاء الهدهد بخبر يقين مضاد لكلمة تخفون أيوة تخفي يعني تخبي أو تسطر الشيء بداخلك أيوة عكسه إيه بقى ممتاز تعلنون طيب مين يحطها في جملة الله يعلم ما تخفون وما تعلنون ممتاز مفرد كلمة أعمال مجموعة من الأعمال الواحد مننا نقول عليه إيه أيوة قول أنا سامعك ما تخافش أقول أعمال جامع والمفرد عمل طيب مين يحطها لف جملة الله يجازي كل عامل عن عمله ممتاز جمع كلمة سبيل سبيل وسبيل 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 هي مجموعة من أيوة السبل أحسنت الجملة صدهم الشيطان عن السبل ما الذي سخره الله تعالى لسيدنا سليمان سخر الله تعالى لسيدنا سليمان الإنس والجن والوحوش والطيور لماذا غضب سيدنا سليمان من الهدهد ليه سيدنا سليمان غضب من الهدهد أيها لأنه خرج بدون إذن هل طال انتظار سليمان للهدود ولماذا لا لم يطل انتظار سليمان للهدود لأنه جاء على مقربة منه وأخبره بأخبار عن مملكة سبا لماذا يعبد أهل سبا الشمس ليه يسجدوا للشمس إيش معنى ما سجدوش لله سبحانه وتعالى لأن الشيطان أغواهم بعبادتها وزين لهم السجود للشمس من دون الله سبحانه وتعالى ما البرهان أو الدليل الذي أنقذ الهدود من عذاب سليمان كان سيدنا سليمان يعزب الهدود ولكن أنقذ الهدود برهان أو دليل فما هو أنه يعلم ما لا يعلمه سيدنا سليمان عن مملكة سبا اقرأ الآيات ثم أجب هات مرادف مبين وجمع سبيل ومضاد بعيد مرادف كلمة مبين أيها سلطان المبين معناها إيه ممتياز معناها واضح جمع سبيل سبيل وسبيل وسبيل مجموعة من السبل مضاد كلمة بعيد عكسه أيها قريب ما الجمال في قوله تعالى لأعذب أنه عذابا شديدا تعبير بيبين غضب سيدنا سليمان ويؤكد على مجازات الهدود وتعذيبه هات من الآيات جمع مذكر سالم وألف وصله وهمزة قطعه وفعله مضارع وهمزة على الألف ودمير متصل ومرادف برهان ومفرد شداد طيب نطلع من الآيات اللي احنا درسناها جمع مذكر سالم أيوة ممتاز الغائبين أم كان من الغائبين طيب ألف وصل من يطلع أيوة أقول الهدود حطها بليها واو والهدود يبقى الألف اللي هي قبل الألف واللام اللي هي في الألف واللام دي على طول ألف وصل حطها بليها واو تلاقيك ما تنتهاش والهدود همزة قطع أم ممتاز حطها بليها واو وأم أم كان من الغائبين فعل مضارع أيوة من يقول يسجدون يسجدون صح وممكن أرى همزة على ألف همزة على ألف الأرض ممتاز طيب دمير متصل دمير متصل يعني إيه يعني الدمير اللي بيجي في آخر الكلمة الدمير اللي بيجي زي كلمة تعذيبة لأعذبنه الهاء اللي جاية في الآخر في آخر كلمة لأعذبنه هي دي الدمير المتصل لأنها عائدة على الهدهد مراد في كلمة برهان نجيب من الآية مراد في كلمة برهان من يقول أيوة سلطان طيب مفرد كلمة شداد شداد سهلا مفرد كلمة شداد مجموعة من شوية شداد على بعض الواحد منهم نقول عليه إيه أيوة نقول عليه شديد إلى هنا عزائي التلاميذ نكون قد وصلنا لنهاية درسنا الحالي ومع نفهم نتعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته